نرجع الطريقة للمقارنة مبين شركة الاهلية بقطع النظر عن الخلفية الإيديولوجية والسياسية لأصحاب القرار سواء في قرطاج أو في الحكومة المطلوب من رئاس الحكومة أناربيتراج السيء يعني اليوم أعطينا الصحيح ما هو الصحيح الذي تحب تعرفه؟ يعني هل دراء الحكومة تراهن على هذا القطاع أو أعطينا فكرة تعطيل إصدار الأوامر التطبيقية وفي نفس الوقت لن يعطيه مهلة للشركة الاهلية لتبرز كبديل له هنا نحبه فمت المور فمتاني فالوضوح التام باش كل واحد يعرف يعني مسؤولته وين يعني اليوم جاوبونا كحكومة على خياركم على خياركم يعني 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 على مستوى فمتاني حكومة على مستوى رئاس الدولة فمتاني وضحنا العمل بالنسبة إذن اللي كان نشوفه إحنا تماتيك موعة يعني من من باب لأخ من موضوع فمتاني أخ على مستوى التعريف باش نقاوط طبق كل ما بيين يعني التعريف الاقتصاد الشميع واتضمن وشركة الاهلية من حيث ايش نحكيو على ذوات معنوية دونك خرجنا كل المشاريع الفردية مايش معني نحكيو على نشاط جماعي هني دونو كولكتيف يعني سي تربيا يعني هني سي تربيا نحكيو على الانغراس الترابي لانقاش تغيط غيال دونك هنا كيف كيف يعني يعني حتى في علاقة بالأهداف التنموية يعني يعني هناك ترسيخ لمفهوم الاقتصاد القرب اللي هو هذه الميزة متاع الاقتصاد الشميع والتعضوني وهناك تأكيد لذلك يعني في المرسوم يعني الشركات الاهلية هنا الخلاف نحن تريدك بش نشوفو شن النقاط التقاطع وشنية الاختلافات وبعد ذا تونعتيك الكونكولوجيون متاع يعني بنسبة فمتانية للشنين نتيجة متاع المكافحة ما بين النصين هناك يعني خاصية تميز بها القانون الشركة الاهلية هو التصرف الأراضي الاشتراكية إيساس يعني سيان بروبليم كبير ياسر لأنه حتى في التسويق الشركات الاهلية شوفنا كيف أن رئيس الدولة نزل بكل اتقاله في درشعبان باش يعني يعطي نقطة انطلاق يعني المشروع البديل هذا الشركات الاهلية انطلاقا من عملية التصرف الأراضي في درشعبان هي غابة في درشعبان اللي حتى بالنسبة للسهيرين على إداراتها الحالين والمحتملين يعني الحالين هو يعني مجلس التصرف والمحتملين يعني المستقبلين هي الشركة الاهلية التي هي بصدد التكوين يعني ما مش عارفين حتى يعني هل الأرض هذه الفلحية الغابة هذه شنوها فمتاني استطيع جولي دي كمتاحة هل درع أرض فمتاني تبع الأراضي الدولية أو هي أراضي اشتراكية دونك ثم حتى غموظ ويعني فانتظار توضيح النقطة هذه هات يعني راو الشركة الاهلية يعني هي ستدير يعني على مستوى لغوفيرنانس والاستغلال هو موكول فمتاني لناس خارين دونك إذية زيدة تترح تشكي مشكلة كليا لأنه يعني الأرضي اشتراكية فمتاني هو القانون 64 هو نص عدية وقت التأميم الأرضي تتكر فمتاني جاء 2017 2016 صار تنقيح للقانون هذه لتمكين يعني لتوفير يعني الآليات الحوكمة باش هل كيفاش يعني نفكوا يعني هل الموضلة متاع الشركات متاع الأراضي الاشتراكية اللي هي الموكية متاعها الجامعية يعني والنسبة لها بأسامة متاع عروشات باش تتحول إلى خطر وهذا شيء يعطل لأن المتنجمش إن أراضي هيك تستغل ما تنجمش لا تبيع لا تكري لا تجل لا تنجم من هنا تقدمها يعني كارهن باش تتتخذ منتاني الأراضي عشيع كما يقولون عشيع دو كيفاش باش تتولي يعني تدخل في الدفاتر في منتاني العقارات مثل الفلاحية وتولي باسم زيد وعمر وقتها في منتاني تتحول تخرج من الأستاتيوم متاع شركات تاني أهلية شركات أراضي اشتراكي وتولي تدخل في منتاني تولي في منتاني أراضي خاصة خاصة في منتاني والفكرة سيلوت في بن عيسى والفكرة أنه يتجمعوا مجموعة من الأشخاص لكل واحد يملك أين بخسال مكال الأرض هذيك اللي فيها مئة مئتين تلثمية خمسمائة كتار أنهم يتجمعوا مع بعضهم يعملوا شركة مع بعضهم كل واحد يعني يملك تريف من الكابيتال متاع الشركة هذيك ومن بعد المربيح يتقسمها هذي هي يعني الفكرة هذي بسفعب لا همش ندقلهم همش ندقلهم همش ندقلهم يعني أختي نشوفه في منتاني أختي نقارنه نزدنه في منتاني أكثر على خلاف منتاني الاقتصاد الشماعي وتضامني يعني اللي هو نص يعني على استيعاب استراتيجيا يعني القطاع الموازي يعني هذا الشركة الهلية فما قطاع موازي حتى في لا هذا على خلاف يعني هذا يعني الشركة الهلية تنص على الأراضي اشتراكية وهذا لا تنص عليها لا نص عليها قل الاقتصاد لا لا في حين أنه يعني الاقتصاد الموازي حاضر في منتاني في يعني الاستراتيجية متاع الوساس لاستيعابه في منتاني الاسهام في استيعابه في يعني الاكواسيستام تركتصاد الشماعي وتضامني من حيث المبادئ يعني حكينا عليها مبادئ الكونية موجودة في منتاني القناعة يعني الكلة دي ثم فارق في منتاني بسيط هو أنه وكنت تحكي عليها أنت تويكر هو بالنسبة للمساهمة يقول لك الشركات الاهلية تساهم بساهم واحد يعني انكابيطال ديميل ديميل يعني دينار انتناش بيكون المساهمة متاعك بخمسة دينارات ومعندك حق كان في ساهم واحد إلا كان في منتاني كل واحد عنده الحق كان في ساهم واحد كما تعضوديات والشركات التعاونية خدمات الفلاحية سي انكابيطال فاغيابل اه 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 سدي سوسيتيغ في منتاني زادة كيفكي في منتاني اه اه مؤسسات ذات الأسمال يعني متغير و يعني أشخاص متغيرين دونك ثم في منتاني ان على الوركه بالنسبة لشركات الاهلية ثم في منتاني قسمة ملوك عندك حق في ساهم في منتاني قادر لانك لم يقارر أعداد الأسهم ماذا يقارر في الشركات الأهلي في التصاري الثماء اله هو 10000 الاهلي بالنسبة لشركات انتذى المعتمدية 20000 بالنسبة لشركات الأهلية التي تنشط على المستوى المعتمدية وبالنسبة للزوز يزمع الحد أدنى من حيث العدد هو خمسين خمسين مواطن خمسين مشاركين ولكن أنا سمعت أني أحكيه على الألاف يعني ألاف مشاركين يعني كأن الشركة هذية نقوله أحنا ملك المجموعة اللي تسكن في العرش الفلاني هو في من تاني بشأن خرطف اللي كان نحكيه على المنطب في من تاني العرش هناك تأكيد فيه بنسبة للشركات الهلية على منع كل نشاط سياسي ومنع الجمع التبروعة هذا هي في من تاني الساس يحسب لي له تويكا بنسبة للتكوين والإشراف هنا بنسبة للتكوين تم يعني إليميتاسيون سكو ما يدخلوا في الشركة هذية إلا الأشخاص الطبيعيين دي بيرسون فيزيك ألوك بالنسبة للأساس الاقتصاد الشميع والتعظم مثلا الشركات التعاونية الخدمات في الحلية ولا الكوبراتي الدماني الجنرال يعني تنجم تكون أشخاص طبيعيين نجم تكون أشخاص طبيعيين معاهم معاهم ثم نتني ذوات معروية شركات ولا تنجم تكون شركات ذوات معروية بينما في شركات أهلية بما نجم تكون أشخاص طبيعيين نواضح هذا هي في من تاني الساس بنسبة للتكوين والإشراف هنا مرسوم الشركات الأهلية خذاء قانون 2005 متعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية اللي هي اللي نومينة سومتا يعني التعاضد داكو أفل وخمسة حابين ننسيوا في التعاضد عاودنا كلمة بأربع كلمات دونك بش ورزمان اليوم لاني لتاديس بريم تعالى الفاعلين في المجال هذي قول لك نسترجعوا في المصطلح هو التنقيح القادم في المتاني بشي رجع لتام كوبراتيف اللي هو فالوريزي على المصطبه عالمي يعني 2012 كان يعني المموتحدة سنتو كالسنة التعاضد سيلاني داكوبراتيف واحنا في المتاني أصدقانا في أوروبا ممش فاهمين هالماليز اللي عدنا في المتاني مع الشركات خذاء نص خذاء الحوكمة وعلى مستوى الإشراف على مستوى الحوكمة يعني يرجع الشركات التجارية دونك نا جلسة تأسيسية جلسة عامة تأسيسية ثم جلسة عامة عادية يعني تنقيح الاستاتيو الزيادة في رأس ما عدا ذاك على المستوى الأشراف هنا نبري مع مختلفة يعني بالنسبة للسلط الأشراف يعني لشركة الأهلية الوالي هو اللي يشرف على الشركة الأهلية الجهوية و عفوا الوالي يشرف على شركة الأهلية المحلية اللي تنشع على المستوى المعتمدية ووزير الاقتصاد وتخطيط يشرف على الشركة الجهوية في المقابل عدنا الشركة التعاونية خدمة فلحية اللي مختلفة على الاقتصاد الشبعي والتعاوني يعني الأساسية لأسيماساء دوباز يعني شركة تعاونية خدمة فلحية الأساسية تنشط على المستوى أجهة ويعني الصوت الشرف هو الولي وعن مركزية اللي تنشع على المستوى البلاد ككل هذي كالشرف وزير الفلاحة وزير المالية تلاحظوا على مستوى الشركة الهلية النشاط يقف على مستوى أجهة مثل ماش يعني هيكل مثل شركات أهلية مركزية تنشع على المستوى والوطن وهذا الترسيخ للمنطقة المحلية في المنطقة ابقى نزل على نتقيقتين كيفما إذا فتحب تقولها التمويل والهيابيليتي بالضبط هذا هو نقطة الضعف الأساسية بالنسبة للشركات الأهلية والتي بالنسبة لي هي المفصل القانون لا ينص على آليات التمويل الخارجي ننص على التمويل الداخلي يعني من خلال المساهمات يعني في الأسماعات ولكن يربط يعني التمويل بتاع المستوى بيئة صلح الجزائي اللي هو فمتنص عليه مرسوم الصلح الجزائي كيفاش الصلح الجزائي اللي فلوس اللي بشيلمها مش ترصد فيه صندوق يعني لدى وزارة المالية الصندوق مشاركة فان كونكور اللي ناخذ منهم عشرين في المياه ونصبوهم في فيلم دوني كونت متع المجالس المحلية البلدية والبلدية تدخل بهم كشريك في يعني الشركات الاهلية يعني شوفها الدور الساعة هذا هذا من ناحية هالدراعة فمتنى هالفلوس هالي اللي بشيجينا من صلح الجزائي من صلح الجزائي ساعة لاليوم ما معناش أليات وهالكاس هالكاس هاليوم فمتنى مليان ما نمش نصر نصر بلنه وفيرها حتى فمتنى يفرق واغتي يفرق فمتنى مليم نصر نقف نعطش يمو حتى نموت يعني الاقتصاد الشمعي والتضامن قانون ينص على قليات يعني قارة بنوك تعضوضية دي دي للقطاع في منتنى اللي هما يعني للكوبراتور يكونوا امام تان اصوشي اكليان دي ساتين بانك توتال دي دي وفي طال يسموها بنكا ايتيكا يعني عنده بوعد ايتيقي يعني اشتغل بنفس مبادئ الاقتصاد الشمع والتضامن في الاثناء عندنا خطوط تمويل خصوصية نص على القانون بالنسبة البنوك التجاري والبنوك العمومية دي دي للأساس عمي دي فان دي غارانتي يعني الشرك يعني يعني فما شمولية في التصور تحب تقول استراتيجي هذا كما كنت تحكي وعنا كما تحكي تحكي ولكن ثم نزد جان المؤسسات ثم تظهر مؤسسات مؤسسة عمومية التي تطعن بالمجاون بالفنية وكذلك الكنسيستام تتلم دانزان دانزان فيدرازيون نسميها الاتحاق الوطني للاقتصاد الشمعي والتضامني سنستركتور ناسونال وعندها دي دي ناسونال ومجلس استشاري هو الخلاصة الخلاصة يعني هالشركات الاهلية بالنسبة لي ما عندها حتى مستقبل خارج مضومة الاقتصاد الشمعية إذا كانت تحب تعيش وتربي الريش كما يقولون نقبلوها اليوم بحشيشها بريشها وانبعد حتى احنا شوفنا الشركات الاهلية للشركات التعاونية خدمت في الحقيق ونيفو تدخل للديريجيزم موجود يترح المشاكل هذه فيم ترني على الطاولة ندمجوها في الاقتصاد الاجتماعي التضامن بنا طريقة إضافة مطة في الفصل الثنين من قانون الاقتصاد الاجتماعي وتضامن اللي يقول لك بعد ما قام بجرد كل مكونات الحالية قالك وكل ذات معنوية يحديثها القانون المشرع وتنسجم مع مقتهزة هذا القانون يعني مرحبا نزيد مطة نحط الشركات الهالية وانتهى يعني الكل مربوط في مطة شكرا لك استيد لوتشي بنيسا على كل ما قدمت وعلى كل هذه الإضافة